قام سمو الفريق الركنى شيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بتسليم رسالة خطية من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى معالي سيد محمد نواز شريف رئيس الوزراء الفاكستاني تتعلق بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأسبل تطويرها وتنميتها إضافة إلى دعوة جلالة الملك المفدى لرئيس الوزراء الفاكستاني لزيارة مملكة البحرين هذا وبحث سمو رئيس الحرس الوطني علاقات تعاون وصداقة القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات وخصوصا التجارية والعسكرية من جانبه رحب رئيس الوزراء الباكستاني بهذه الزيارة والتي تدل على حرس قيادة البلدين على التواصل وتطوير وتنمية العلاقات خدمة للمصلحة المشتركة هذا وأعرب سمو رئيس الحرس الوطني عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والذي من شأن أن يساعد في استثباب الأمن والاستقرار في ظل الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة مضيفا اسمو أن البحرين تولي أهمية خاصة لعلاقاتها الأخوية مع باكستان وأنها حريصة على تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين